شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أهمية الذكاء الاصطناعي ودوره الفعال في الدورة الاقتصادية وفي كلمة له بالجلسة العامة بالمؤتمر الدولي رحلة إلى عالم الذكاء الاصطناعي حذر بوتين من بعض القوانين المحتكرة للذكاء الاصطناعي وأشر إلى أن الحكومة الروسية مستعدة للنظر في تخصيص أموال نظافية للعلوم والبحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي لا شك أن الهيمنة الاحتكارية لمثل هذه التطورات الأجنبية على روسيا أمر غير مقبول وخطير ويجب أن تعكس نماذجنا المحلية للذكاء الاصطناعي ثروة وتنوع الثقافة العالمية والتراث والمعرفة والحكمة لجميع الحضرات وهذا لن يؤدي إلا إلى جعلنا أكثر ثراء وأكثر قدرة على المنافسة